أصحاب المعالي والسعادة يأتي ترحيب قيادة المملكة بمبادرة بخامة الرئيس شيجي بين انطلاقا من نهج المملكة الثالث والمسترعة منذ تأسيسها في التمسك بمبادئ حسن الجوار والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وانتهاج مبدأ الجوار والجنماسية لحل الخلافات وإننا إذ نعبر عن شفرنا وتقديرنا لجمهورية العراق وسلطنة عمان على التسهيلات التي قدمها البلدان الشقيقان لجولات الحوار السابقة فإنه من دواعي سرورنا توصلنا هذا اليوم إلى الاتفاق الذي يأتي تتويجة للمباحثات المتعمقة التي أجريناها خلال هذا الأسبوع والتي حضيت بدعم اتياجات دول الثلاث وتم خلالها مراجعة مستفيضة لمستببات الخلافات والسبل الكفيلة لمعالجتها حيث حرصت المملكة على أن يكون ذلك في إطار ما يجمع البلدين من روابط أخوين وفتح صفحة جديدة تقوم على التلتزان لمبادئ ومقاصد نتاقية القمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والموافق والأعراف الدولية كما أن ما تم التوصل إليها من تأكيد على مبادئ احترام سيارة الدول وعدم التدخل في شكلها يعد ركيزة أساسية بتطور العلاقات بين الدول وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والمنطقة بشكل عام وبما يعزل السلم والأمن الأقليمي والدول إننا إذن ثمن ما توصلنا إليه ليحدون الأمل أن نستمر في مواصلة الحوار البناء وفقاً للمرتكزات والأسس التي تغمنها في اتفاق معرفين عن تثميننا وتخديرنا لمواصلة جمهورية السين الشعبية دورها الإيجابي سهارة صدر